تساؤلات عديدة طرحت عن أسباب الهجرة الجماعية التي تشهدها محافظات كردستان العراق على الرغم من تمتعها بأمان نسبي ودوافع إلقاء آلاف الأشخاص بأنفسهم إلى طريق المجهول على أبواب أوروبا قبل أن يأتي الجواب وتتضح الصورة من داخل مدن كردستان العراق وفي مقدمتها السليمانية التي شهدت تظاهرات حاشدة اجتاحت العديد من مناطق المحافظة ليلتحق بها طالبة جامعات أربيل ودهوك في موجة جديدة من التظاهرات التي تكشف عن غضب كام إذا أكل ما جرى ويجري هناك القصة بدأت بتظاهرات طلابية أمام مدخل جامعة السليمانية وفي حرمها للمطالبة بصرف المستحقات المالية للطلبة قبل أن تقمعها القوات الأمنية مستخدمة قنابل الغاز المسيد للدموع والضرب بالهراوات ما فاقم من الغضب لتتسع رقعة الاحتجاجات بمشاركة طلبة بقية الجامعات ومعاهد المحافظة نحن نطالب أن من الحكومة ينطونا فلوس شهرية لأن طلاب الداخل يحتاجون فلوس قبل السنين ينطونا 100 ألف والطلاب جو المديني ينطونا 60 ألف ولكن الآن صارت 10 سنين قافعين مننا ورغم استخدام القوات الأمنية العنف لقمع المتظاهرين وشن حمنة احتقالات طالت عشرات الطلبة إلا أن ذلك لم يمنع من تنظيم تظاهرات الليلية تمركزت عند شارع 60 وسط السليمانية شعارها السلمية مع إمكانية التصعيد لتتحول إلى اعتصام وإضراب لحيد الاستجابة للمطالب نحن كطلبة جامعة السليمانية نطالب بالمنح المالية ومنذ الثلاثة أيام ونحن نتظاهر وقطعنا الطرق ووجدنا أنه الحل الأفضل للضغط على الحكومة ولا نملك خيارا آخر وسنستمر بالتظاهر لحين تحقيق مطالبنا من قبل المحافظ تظاهرات تكشف عن حجم المشاكل المتراكمة التي يعانيها سكان محافظات كردستان العراق أسوة بباقي المحافظات وبالذات شريحة الشباب الذين يؤكد العديد منهم أنهم يعيشون واقعا مزريا بسبب تفشي البطالة وانعدام فرص العمل ويؤكد الشباب أن الأزمة الاقتصادية والفساد المستشري وسيطرة الأحزاب على مقدرات العراق وغياب الحلول دفع بالكثير منهم إلى خيار اللجوء فيما يبحث آخرون عن التغيير من الداخل عبر حراك شعبي واسع يقوده شباب ما زال يأمل بتغيير الواقع المأساوي للبلاد